التمكين بقى في الدين هو دي قصة اللي انا بحكي لك عنه المكان منتظم رجال الامن في منتشرين وضبطين الاقاع وزارة الداخلية عاملة ملحمة الله اكبر وما شاء الله قاطئ الا بالله رجالنا في وزارة الداخلية المحترمين حاجة مشهد ما فيش بقى لا جريم ولا خروج ولا واحد يتهمل في دماغه كل شغال صح الساحة خارج مسجد سيدنا الحسين حاجة ما شاء الله ونفس المظلات اللي موجودة في الحرم بفضل الله عز وجل والمكان له شكل مرتب والاجانب بيروحوا يصوروا مدهشين من هذا المشهد اما بقى عن المسجد ومصلين حدث وراء حرج اللقاء الفكري بتاعنا احنا بدأنا نتكلم بعد صلاة الترويح يعني صلينا معهم الترويح وبعد صلاة الترويح فانت المفروض ان الناس صلت الترويح وكان مين بقى كان بيصلي بيهم الشيخ التروتي عفتاح التروتي الله يدي له صحة يعني بوص كأنك قاعد في الجنة والله العظيم وكان مين بقى انا كنت في معية مين مع الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ كان هو اللي بيلقى الكلمة قابل مني انا عادة بقول اخر المتحدثين اخر المتحدثين ده ترتيبي انا اخر واحد في اي حاجة فانا بقول اخر واحد بتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى فانا عاوز اقول لحضرتك المسجد كان مكتز بالناس ما مشيتش فضل الله عز وجل وحاجة عدد يفرح القلب والناس بقت قاعدين برا وقاعدين جوة وقاعدين والنساء ما شاء الله القسم بتاع النساء كان ممتلئ عن اخره كما ذكر لنا والما شاء الله المشهد ما شهد يفرح وهو ده الصحوة دينية احنا شايفين صحوة دينية امبارح كان الساد الرئيس في اجتماع مع السيد وزير الاوقاف الدكتور مختار جمع بيناقش معاه ادق تفاصيل امور الدعوة اعداد الدعاء تجهيز المساجد انتظام الشعائر تخيل حضرتك اما يبقى رئيس دولة عنده مشاكل لا تعد ولا تحصى او تحديات لا تعد ولا تحصى في المعترك العالمي والسياسي وبيهتم بادق الامور الدينية في الاداء الديني في الارتقاء الدعوي في انتخاب النخبة المميزة اللي شرفونا بره من قراء ومن علماء والتدقيق في شكل ومحتوى وفحو العلم والله يا جماعة هي فعلا واما بنعمة ربك في حدث ربنا يجزي القائمين على امورنا خيرا بارك الله فيهم واعظم ما فيهم حاجة حلوة اسمها عدم الالتفات لا تلتفت الى احد